وإلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيه 66 قرش سعر الشراء أما الباية ف15 جنيه 75 قرش سجل اليورو 17 جنيه 92 قرش للشراء وسعر الباية 18 جنيه و3 قرش أما الجنيه الاسترمني فوصل إلى 21 جنيه و15 قرش للشراء و21 جنيه و29 قرش للبيع وبالنسبة للعملات العربية فسجل الدرهم الإماراتي 4 جنيه 26 قرش للشراء أما الباية فسجل 4 جنيه و29 قرش سجل الريال السعودية 4 جنيه و17 قرش للشراء و4 جنيه و20 قرش للبيع وفي أسواق المعادن النفيسة بلغت أسعار الذهب العالمية أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع لتصل إلى 1810 دولار و85 سنة للأوقية أما على الصعيد المحلي فسجل الذهب بعيار 18 نحو 682 جنيه للجراب وسجل الذهب بعيار 21 نحو 795 جنيه للجراب في حين سجل عيار 24 نحو 909 جنيه ووصل سعر جنيه الدهب إلى 6360 جنيه